موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز لأهم الأنباء في هذه الدقائق الإخبارية مرحبا بكم أقرت شرطة محافظة تعز حضر حركة الدراجات النارية ليلا في مركز المحافظة ابتداء من مساء اليوم السبت وقالت شرطة تعز في بيان نشره لإعلام الأمني أنها أصدرت قرارا بمنع حركة الدراجات النارية من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا واعتبارا من اليوم السبت السادس من يونيو الفين واربع وعشرين وأهبت الشرطة بجميع سائقين الدراجات النارية الالتزام التام بالقرار وأكدت أنها ستتعامل بحزم وستتخذ إجراءات صارمة بحق من يخارف هذا القرار وستعمل على إنفاذه بقوة القانون وفقا لللوائح والأنظمة الشرطية المعمول بها أودت الحوادث المرورية بحياة خمسة واربعين شخصا وتسببت في إصابة ثلاثمائة وثلاثة عشر آخرين من مختلف الفئات العمرية خلال شهر شهر يونيو المنصر في عدد من المحافظات المحررة وأشار الإعلام الأمنية التابعة لوزارة الداخلية إلى أن مختلف طرقات البناطق والمحافظات المحررة شهدت خلال شهر يونيو ثلاثمائة واثنين وثمانين حادث سير وأرجع الإعلام الأمني الحوادث إلى مخالفة سائقي المركبات للقواعد والقوانين وآداب السير احترقت اليوم السبت حافلة لمسافرين في طريق البديل كربط صحة الرابط بين محافظتي لحجوة عز وذكر شهود عيانا عددا من المسافرين نجوا من الموت مع سائق الحافلة عقب اشتعال النيران بحافلة كانوا على متنها في أسفل نقيل الصحة بالطريق البديل بين لحج وتعي ويرجع سبب الحريق إلى أن التماسا كهربائيا بمحرك الحافلة مما أدى إلى احتراقها كليا إلى ذلك طالب مسافرون وسكان المنطقة من الجهات الحكومية بوضع سيارات طوارئ على طريق لإنقاذ أرواح المسافرين في حال الحوادث المرورية أعربت نحو 150 منظمة مجتمع مدني يمنية عن ترحيبها بأي انفراجة في ملف الأسرة والمختطفين والمخفيين قسرا ودعت جميع الأطراف إلى تذليل الصعاب بل دعت جميع الأطراف إلى تذليل الصعاب من أجل إنهاء معاناة المحتجزين واستنكرت المنظمات بشدة التصريحات الأخيرة القادمة من مسقطة والمتعلقة بقضية المخفيين قسرا وعلى رأسهم السياسي المدني محمد كحطان وأكدت منظمات المجتمع المدني في بيان رفضها القاطع رفضها القاطع لأي شكل من أشكال المكافأة للمجرمين الذين ارتكبوا جرائم الاختطاف البشعة وشددت على ضرورة محاسبتهم وتقديمهم للعدالة جراء ما اقترفوه من جرائم بحق اليمنيين وقالت المنظمات إن العدالة لا تتحقق بمكافأة المجرمين بل بمساءلتهم ومعاقبتهم على أفعالهم الإجرامية قالت الخارجية الأمريكية في بيان على منصة أكسي إن المبعوث الأممي إلى اليمن تيم ليندر كينغ التقى السفير العماني في واشنطن مسطائي للتنسيق بشأن القضايا في اليمن وناقش اللقاء وفقا للخارجية الأمريكية تنسيق المواقف بين واشنطن ومسقطة بشأن الاعتقالات غير المشروع التي قام بها الحوثيون مؤخرا في حق موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية وهجماتهم المتهورة على السفن المدنية وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن الاعتقالات والهجمات الحوثية تهدد التقدم نحو تحقيق حل دائم للصراع في اليمن وتعيق تسليم المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء المنطقة نظم مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة اللقاء الجماهيري الموسع تحت شعار توحيد صف الجمهوري لسعادة الدولة واجب وطني لأبناء الأمانة في مأرب إسناد أبطال القوات المسلحة معركتهم المصيرية بوجه ميليشيا الحوث الإنقلابية التابعة للنظام الإيراني وأكد المشاركون في اللقاء مواصلة النظال ودعم الجيش والمقاومة الشعبية وإسنادهم في معركتهم المصيرية حتى استعادة الدولة من انقلاب ميليشيا الحوث الإرهابية التابعة لإيران أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز على الدور الاستراتيجي للمقاومة الشعبية في إسناد أبطال القوات المسلحة ومعركتهم المصيرية بوجه ميليشيا الحوث الإنقلابية التابعة للنظام الإيراني جذلك خلال كلمة له في اللقاء الجماهري الذي نظمه مجلس التعبيات والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة وحث الفريق بن عزيز قيادة المقاومة في أمانة العاصمة وفي كل محافظات الجمهورية على مضاعفة الجهود والتحرك في أوساط الجمهور مؤكدا أن الإنقلاب الحوثي إلى زوال تحت شعار دعم وإسناد للجيش الوطني واجب الجميع أقامت حرائر محافظات عمران وصعد عصر اليوم الجمعة بمدينة مارب أقامت لقاء جباهيريا وفنيا دعما وإسنادا للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركتها الدفاعية عن الدولة ونظامها الجمهوري وفي المهرجان ألقيت العديد من الكلمات أكدت في مجملها أن الحرائر مستمرات في بذل المزيد من الجهد والدعم للمقاتلين في الجبهات وفي كل قطاعات ومحاور استعادة الدولة من صعد شمالا إلى الساحر الغربي غربا مرورا بجبهات مارب والجوف والبيضاء والشبوى والضالع وتعز توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أزمة غذائية حدة في مناطق سيطرة بيليشي الحوثي في شمال وغرب اليمن حتى نهاية سبتمبر القادم وقالت الشبكة التي إن الزيادة في الأزمة الغذائية تعود إلى توقف تقديم المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي وعشار التقرير إلى أن الصراع الاقتصادي المستمر والمتصاعد بين الحكومة والحوثيين سيقود إلى تفييد بل تقييد الأنشطة الاقتصادية وتقييد مصادر الغذاء للأسر وفرص الدخل كما أن انهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بدأ في مدينة شبام التاريخية مشروع برنامج الإنذار المبكر الذي يجري العمل حاليا بتركيب منظومات من مختلف مناطق وادي حضرموت وسلطت الضوء ورشة نقاشية حول إمكانيات مدينة شبام واحتياجاتها في منظومة الإنذار المبكر وإدارة الكوارث ومعرفة مستوى الوعي بالتدابير الوقائية للخروج بمقترح خطة طوارئ في حالة حدوث سيول كبيرة وفيضانات إلى جانب تقدير احتمالية المخاطر التي ستؤثر على المباني الطينية جراء تلك السيول وتخللت الورش نقاشات ومقترحات وآراء من المشاركين حول إدارة المخاطر والكوارث لمواجهة السيول والفيضانات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص أقام مركز الأوقاف والإرشاد المخيم القرآنية الأول لطلاب وطالبات المركز والذي سيستمر لمدة أسبوعين ويأتي هذا المخيم ضمن جهود المكتب لتعزيز التعليم القرآني وغرس القيم الإسلامية في نفوس الشباب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لتنمية مهاراتهم القرآنية والدينية ويهدف المركز من هذه الأنشطة إلى تحصيل الطلاب والطالبات من الفكر المتطرف الذي تسعى الميليشي الحوثية إلى نشره بين الشباب في مناطق سيطرتها وذلك من خلال تدريسهم المنهج الوسطي المعتدل أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يوم غد الأحد الأول بالمحرم سنة 1446 إجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة جذلك في تعميم صادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إلى جميع وحدات الخدمة العامة من السلطتين المركزية والمحلية ورفعت الوزارة أجمل التهاني وأصدق وأطيبت الأمنيات للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية شاهدنا الكرام دقائقنا الإخبارية في هذا الموجز انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة